تحظى دور العبادة في مملكة البحرين باهتماما كبير من لدني جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد الرئيسي مجلس الوزراء حفظه الله ويشهد العهد الزهر لجلالة العهل المعظم نهضة كبيرة في بناء وتشهيد المساجد والجوامع ودور العبادة وأيضا ترميم وتأهيل عدد كبير منها أسيما المساجد القديمة والتاريخية والأثرية خلال العامين الماضيين وضعت الحكومة خطة لبناء وتأهيل المساجد والجوامع في كافة محافظات مملكة البحرين في إطار الرعاية الملكية السامية وتنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حيث عكفت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على تنفيذ حزمة واسعة من تلك المشاريع بالتنسيق مع إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية والجهات المختصة واستبشارا بحلول شهر رمضان المبارك أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بدأ التنسيق مع إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية وهيئة التخطيط العمراني لمباشرة تنفيذ أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإنجاز خطة بناء وتأهيل الدفعة الثالثة من المساجد والجوامع والتي تشمل 32 مسجدا في محافظات مملكة البحرين كافة وكانت إدارتها الأوقاف السنية والجعفرية قد نفذتا خلال العامين الماضيين الدفعة الأولى والثانية من خطة تطوير الجوامع والمساجد والتي أثمرت عن الانتهاء من افتتاح وترميم وتأهيل 50 جامعا ومسجدا وقد راعت الخطة في الدفعتين السابقتين التركيز بشكل أكبر على تنفيذ المشاريع الإنشائية للمساجد والجوامع في المناطق الإسكانية والتجمعات العمرانية الجديدة ويعكس الاهتمام الذي تليه مملكة البحرين لتنفيذ مشاريع تشهيد وتطوير دور العبادة أحد أبعاد الرؤية الثاقبة للمسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالة الملك المعظم بالتركيز على أهمية تلبية الاحتياجات الدينية لكافة أفراد المجتمع بالتساوي دون تمييز حيث تشكل دور العبادة والمساجد وجوامع تراثا إسلاميا ثمينا وموروثا إنسانيا وحضاريا يحمل خصوصية ومكانة رفيعة لدى المجتمع البحريني وتؤكد الأعداد الهائلة للجوامع والمساجد التي تزخر بها كافة محافظات المملكة حرص حكومة مملكة البحرين على دعم كل ما من شأنه تسهيل الإجراءات المتعلقة ببناء وعمار بيوت له وتوفير الإمكانيات التي تضمن أداء رسالتها السامية في المجتمع ترجمة نانسي قنقر